موسيقى مساء الخير في كل يوم يبتعد مشروع الكهرباء في لبنان عن متناول المواطنين القابعين في الظلمة وما أخبار تعثر مساعي استجرار الغاز المصري والكهرباء الأردنية وبالرغم من أعلان مؤسسة كهرباء لبنان عن وصول كمية محدودة من الفيول أيل إلا جلاء للصورة القاتمة وحال المحروقات وسعر الدولار الذي يحلق عند صقف الستة وعشرين الفن ليس بأفضل حال أما القمح المادة الاستراتيجية الحياتية الأخيرة مهددة بدورها لكن لا قرار برفع الدعم عنها هذا ما أعلنه وزير الاقتصاد عقب جلسة مجلس الوزراء اليوم مشيرا إلى أن المفاوضات مع البنك الدولي أفضت إلى اتفاق على استيراد القمح بقيمة 150 مليون دولار في غدون عشرة أيام أبشروا أيها اللبنانيون وخبز راح تأكلوا أما الكابيتال كونترال فما زال تحت عناية مجلس الوزراء الذي ناقشه اليوم على عجل وقد أوضح رئيس الحكومة ناجيب ميقاتي أن الدمج بين الكابيتال كونترال وضمان الودائع أمر خاطئ لافتا إلى أن الكابيتال كونترال كان يفترض أن يقر في اليوم الأول من الأزمة وإذا كنا سنقدم خطة تعافي اقتصادي فمن المفترض اتخاذ هذا الإجراء لفترة معينة ولأن القانون المشار إليه يندرج ضمن شروط صندوق النقد الدولي فقد لفت تصريح لمديرة الصندوق بأن لا اتفاق نهائيا مع لبنان قبل تنفيذ كامل الشروط التي وضعها الصندوق لا اتفاق نهائيا مع لبنان قبل تلبية الشروط تصريح بارز المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا حيث أكدت خلاله أن بعثة الصندوق التي أبرمت اتفاقا على مستوى الموظفين مع لبنان ستتأكد من تنفيذ الجانب اللبناني للشروط قبل رفع الاتفاق إلى مجلس إدارة الصندوق وفي مؤتمر صعفي على هامش اجتماعات الربيع التي تعقت حاليا في واشنطن بين الصندوق والبنك الدوليين أشارت إلى أن الوضع مروع ومزر في لبنان المتحدث الاعلامي باسم الصندوق جيري رايس سألها لماذا يساعد صندوق النقد الدولي لبنان على الرغم من إعلان إفلاسه وفي وقت يسود الفساد لماذا وقع الصندوق اتفاقية على مستوى الموظفين من دون طلب إصلاحات فأجابت جوجيفا لقد تعاملنا مع لبنان لفترة طويلة نحن نقدر كثيرا الضغط الذي يمارسه المجتمع المدني في لبنان من أجل برنامج مفيد للشعب اللبناني وهذا ما نريده لماذا منخرطونا في هذا لأن الوضع مروع ومزر للغاية بالنسبة إلى سكان البلاد فإن تغيير الاتجاه والإصلاحات التي يمكن أن تحقق الاستقرار في الاقتصاد أمر مبالغ الأهمية وأضافت في هذا السياق توصلنا إلى اتفاق على مستوى الموظفين مع وجود شروط مسبقة قوية للغاية لنقل البرنامج إلى مجلس الإدارة لدينا وإن فريقنا ملتزم بالتأكيد من تلمية هذه الشروط المسبقة إنه أمر صعب لكن لا يمكننا السماح للبلد بالاستمرار في الانزلاق إلى الحفة مع الكثير من الألم المفروض على الشعب اللبناني تأكيد في مجلس الوزراء على أن التحضيرات للانتخابات تسير بشكل صحيح والرئيس ميقاتي شدد على أن الحكومة ماضية في الإصلاحات المطلوبة من صندوق النقد وأن المعارضة حيال الكابيتال كونترول الشعبوية لأهداف انتخابية حققنا إنجازا بالاتفاق الأولي مع صندوق النقد الدولي ومن لديه بدائل فليتقدم بها قال رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في مستهل جلسة مجلس الوزراء معتبرا أن الدجة التي أثيرت حيال الكابيتال كونترول والسرية المصرفية ربطا بأهداف انتخابية شعبوية من شأنها أن تتسبب بمزيد من المشاكل أما خطة التعافي الاقتصادية فهي لم تقر بل تم عرضها وانتظر المجلس الاستماع إلى ملاحظات الوزراء والخطة لا تصبح نهائية إلا بعد إحالتها بموجب مشروع قانون إلى مجلس نواب وفق ما نقل وزير الأعلام زياد المكاري عن الرئيس ميقاتي أما المعارضة التي نسمعها في هذا الملف أهدافها شعبوية قبل الانتخابات ولكنها ستتسبب بالمزيد من المشاكل وقال من الأمور التي يطلبها الصندوق النقد الدولي هي إكرار الموازنة العامة وقد أرسلناها إلى مجلس النواب وإكرار قانون الكابيتل كنترول وموضوع السرية المصرفية إضافة إلى موضوع إعادة هيكلة المصارف والملف الأخير لا يزال لدينا وقت لإنجازه ومن ضمن بنوده الموضوع المالي الأساسي لا يمكن وضع الأمور على سكة التعافي من دون إكرار هذه الملفات الأربعة إلى مجلس النواب بشفافية مطلق في ملف الانتخابات النيابية تأكيد أن كل التحضيرات تسير بشكل صحيح سمعنا بعض الملاحظات في ملف انتخاب المغتربين في الخارج معالي وزير الخارجية الذي يقوم بتحقيقاته في الموضوع تبين له حتى الآن أن ما يجري يراعي الكوانين والتعاميم قد تكون هناك بعض الشوائب العشوائية خاصة في مدينة سدن الإسترالية ولكن المسؤولية عنها لا تعود للدولة اللبنانية وزير الاقتصاد أمين سلام أكد أن لا قرار برفع الدعم عن الخبس وأن المفاوضات مع صندوق النقد لتمويل استيراد القمح أنجزت وبانتظار أن يعود الوفد بجواب بعد أسبوع نحن من شهر ونص تقريبا أو شهرين طلعنا منها المنبر وانسألنا وقلنا عننا كميات أمح بتكفي لشهر ونص أو شهرين وقلنا ما في رفع دعم ما في قرار متخص برفع الدعم وقلنا كمان أنه العمل جاري لتأمين المواد من دون أي انقطاع مرأ شهر ونص مرأ شهرين كل المعطيات لوزارة الاقتصاد ولجنة الأمن الغذائي صرحت عنها كانت دقيقة قطع شهر ونص وقطع شهرين مازال القمح موجود نحن نعرف أنه نحن هلأ بالأزمة الدواء في لبنان وفقدان بعض الأدوية المهمة وخاصة الأمراض السرطانية وللأمراض المستعصية اتفاقمت بالفترة الأخيرة فكان في عرض أثناء الجلسة للأسباب اللي قدت وحقيقة سبب الرئيسي كان هو الانتقال بتمويل استيراد هذه الأدوية من اللي كان عم يعملوا مصرف لبنان إلى الطريقة الجديدة مع استعمال حقوق السحب الخاصة نحن حقيقة صار فيه إعادة تنظيم لهذه الألية اللي عرضناها بخلال الجلسة واللي نحن نتوقع أنه الموافقات اللي عم تعطى حتى أدي بسرعة إلى أنه إن شاء الله يرجع ترجع عجلة الاستيراد لهالأدوية تمشي بطريقة منتظمة وزيرة التنمية الإدارية نجلة رياشي أكدت أن إقرار مجلس الوزراء الاستراتيجية الوطنية لتحول الرقمي هو مدماك أساسي للوصول إلى الدولة الحديثة والعادلة ومكافحة الفساد وتعزيز الشفافية دعا رئيس مجلس النواب نبي بر لجنتي المال والموازنة والإدارة والعادل إلى جلسة مشتركة يوم الثلاثاء المقبل لمتابعة درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9014 الرامي إلى وضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحويل المصرفية والصحوبات النقدية واستكمال النقاش فيه على ضوء الإضاحات التي طلبها المجلس النيابي من الحكومة والتي أرسلتها له بموجة بمذكرة بشأن السياسات الاقتصادية والمالية بتاريخ 21-04-2022 السفير السعودي التقى الرئيس ميقاتي في السراي الحكومي وزار دار الفتوى في ترابلوس ومطرنية الموارنة وأكد على عمق العلاقة مع لبنان ومواطنها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي التقى في السراي الحكومي السفير السعودي وليد البخاري وجرى عرض للعلاقات الثنائية بين لبنان والمملكة البخاري غادر من دون الإدلاء بتصريح بعد السراي توجه السفير السعودي إلى ترابلوس وجل على المرجعيات الدينية والتقى مفتي ترابلوس والشمال الشيخ محمد إمام الذي استقبله في مكتبه في دار الفتوى بحضور رئيس دائرة أوقاف ترابلوس الشيخ بسام بستاني المفتي إمام رحب بسفير بخاري مؤكد بأن زيارته تشكل نافذة أمل لترابلوس ولجميع اللبنانيين بدوره السفير السعودي عبر عن سروري بهذه الزيارة ومحبته لترابلوس مؤكدا على عمق العلاقة مع لبنان ومواطنيه بعد ذلك زار السفير بخاري رئيس أساقفة أبراجية ترابلوس المارونية المطران يوسف سويف وخلال اللقاء بحث الطرفان في العلاقة التاريخية التي تجمع لبنان بالمملكة العربية السعودية والعلاقات الحياتية والإنسانية بين مختلف ثقافات والأديان والحضارات المطران سويف أشعر إلى أهمية دخول المنطقة في ديناميكية الخوار وبناء السلام حتى تتمكن الأجيال جديدة من التنعم بتاريخ المنطقة وحضرتها كما تم البحث في الواقع الحالي لمدينة ترابلوس ودورها الأساسي في الحوار الحياتي اليومي والحضور التاريخي للمسيحيين فيها ودورهم في تعزيز ثقافة اللقاء المبني على أسس المحبة والأخوة ثم انتقل السفير السعودي إلى دارة المفتي مالك الشعار في تارابلوس لينهي جولته الشمالية بلقاء متروبولي تارابلوس والكورة وتوابعهما للروب الأرثوذوكس المطران فرام كرياكوس في دار المطرانية في تارابلوس تقدمت كتلة الجمهورية القوية بطلب طرح الثقة بوزير الخارجية إلى الأمانة العامة في مجلس النواب وعليه طالبت رئيس المجلس نبيه بري بعقد جلسة عاجلة لطرح الثقة وذلك على خلفية مواصفته بالارتباكات بحق المغتربين أن إن لجهة حجب قوائم تسجيلهم واعتماد مراكز اقتراع بعيدة عن أماكن السكن ووصفت الكتلة الذي تحدث باسمها النائب جورج عقايس ما يحصل بعملية تضييق وإذلال للمغترب وأساليب قمعية تقدمنا اليوم زملائي وأنا باسم تكرتل الجمهورية القوية بطلب سجلناه بالأمانة العامة للمجلس طلب إلى دولة الرئيس نبيه بري بعقد جلسة عاجلة للهيئة العامة لطرح الثقة بوزير الخارجية بالنظر إلى ما يرتكب اليوم بحق المغتربين اللبنانيين لنويين يشاركوا بالعملية الانتخابية بستة وثمانة أيار القادمين بالحقيقة ما ترتكبه وزارة الخارجية مباشرة أو بواسط البعثات الدبلوميسية هو عملية تضييق وتقييد وإذلال للمغترب اللبناني اللي حابب يشارك بعملية تغيير السلطة السياسية التضييق بعملية المشاركة بالقوائم الانتخابية اللي بعد ما حدت بلغها وبعدها وكأنه سر من أسرار الآلهة علما أنه هذه القوائم نحتاج إليها كمرشحين وككتل نيابي لمعرفة توزيع النخبين في الأقلام الاغترابية حاولنا مرارا أن نرفع الصوت لكي تعود وزارة الخارجية عن هذه القرارات الجائرة لحد اليوم لا حياته لمن تنادي نتمنى على الرئيس بري أن يعرض هذا الطلب بأسرع وقت على هيئة مكتب المجلس وأن يبلغه للطلب من الوزير المعني سنداً للميدي 37 من الدستور لكي تنعقد هذه الجلسة اللي نحن طلبناها بأسرع وقت ممكن وحتى كل الكتل النيابية تتحمل مسؤوليتها وتصوت لمنح أو لحجب الثقة عن وزير الخارجية بالنظر إلى هذه المخلافات اللي عم بطال كل المغتربين اللبنانيين من كل الأهواء من كل الطوائف ومن كل الاتجاهات السياسية ذكرت وكالة فرانس بريس أن شرطة تشيلية أعلنت أنها اعتقلت بورتغالياً مطلوباً من الانتربول على خلفية انفجار مرفع بيروت عام 2020 وأوضحت أن الرجل وصل إلى سانتياغو على متن طائرة أتية من إسبانيا قبل أن تتم إعادته على طائرة أخرى إلى مدريد وفق بيان الشرطة ولفت المسؤول في شرطة مطار سانتياغو إلى أن الرجل مطلوب بزعم إدخاله مواد متفاجرة إلى لبنان مرتبطة بالانفجار وأشار إلى أنه بالتنصيق مع الانتربول تم منع الرجل من دخول تشيلي ووضعه لاحقاً على طائرة متجهة إلى إسبانيا أصدرت المديرية العامة للنفط التابعة التابعة لوزارة الطاقة والمياه جدولاً جديداً لأسعار المحروقات ورفعت بمجابه الصحيف سعر صفيحتين البنزين 98.95 أكتان ألف ليرا لبنانية كما ارتفع سعر صفيحة المزوت 17 ألف ليرا وأسعر قرورة الغاز 11 ألف ليرا أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان أنه مع وصول الناقل البحرية المحملة بمادة الغاز أيل لترسو قبالة مصاب معمل دير عمار فإنه من المترقب أو المرتقب أن تعود التغذية بطيار الكهربائي تدريجياً إلى ما كانت عليه أي بحدود 450 ميجاوات بدءاً من يوم الأحد الواقع في 24-04-2022 في تطورات الحرب الروسية على أوكرانيا سقوط ماريو بول في يد الروس يفقد كييف ورقة استراتيجية في شرق البلاد ويمكن بوتين من الوصول برا إلى شبه جزيرة القرم دخلت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها السبع وخمسين لواصل الجيش الروسي تدمير البنية التحتية العسكرية الأوكرانية والأنظار موجهة إلى ماريو بول بعدما أبلغ وزير الدفاع الروسي شويغو الرئيس فلاديمير بوتين السيطرة الكاملة عليها والتي كان يعيش فيها أكثر من نصف مليون نسمة قبل الحرب بوتين أثنى على النجاح في السيطرة على ماريو بول مهنئا وزير الدفاع كما أمر الجيش الروسي بإلغاء خطط الاقتحام مصنع أزوفيستال في مدينة ماريو بول الاستحيلية الأوكرانية وأشار أنه يريد استمرار حصاره بشكل آمن بدلا من الاقتحام وخاطب بوتين الجنود الأوكرانيين في المصنع الذين لم يستسلموا بعد مؤكدا أن روسيا ستعاملهم باحترام وستقدم المساعدة الطبية للجرحة في المقابل أعلنت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني في منشور على فيسبوك أن بلادها توصلت إلى اتفاق مبدئي مع روسيا بشأن فتح ممر إنساني لإجلاء النساء والأطفال من مدينة ماريو بول ومن المنتظر أن يتم إجلاء المدنيين عبر هذا الممر إلى مدينة زابوروجيا والاستيطرة الروسية على ماريو بول أثار سلبية وعسكرية إذ أن لموقعها الجغرافي الذي يبعد نحو 55 كم فقط عن الحدود الروسية أهمية استراتيجية بالنسبة لموسكو التي تسعى منذ 2014 لخلق طريق بري يربط أراضيها بشبه جزيرة القرم المحتلة كما يعني سقوط ماريو بول خسارة 40% من صناعة التعدين في أوكرانيا لصالح روسيا من بينها مصنع أزوفيستال أحد أكبر مصانع التعدين في أوروبا أما عسكريا فسقوط ماريو بول يعني خسارة مواقع رئيسية لقيادة القوات الأوكرانية في عملياتها ضد القوات الانفصالية بمنطقة دونتس ما يعني فتح جبهة ثالثة قوية ضد المقاومة الأوكرانية في سياق الدعم الأوروبي لكياف زارة كولمن رئيس الوزراء الإسباني ونظيرته الدنماركية العاصمة الأوكرانية كما صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن أن لا دليل بعد على سقوط ماريو بول بالكامل وقرر منع السفن الروسية أو التي تديرها شركات روسية من دخول الموانئ الأمريكية وتقديم 500 مليون دولار إضافية كمساعدات اقتصادية إلى أوكرانيا وذلك في أحدث خطوة للضغط على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا وسبق أن منعت الولايات المتحدة الطائرات الروسية من دخول المجال الجوي الأمريكي تجدد التوتر داخل وفي نحيط المسجد الأقصى في القدس إذ عمدت قوات الاحتلال الإسرائيلية إلى إخلاء المسجد الأقصى بعد صلاة الفجر لإفساح المجال أمام المستوطنين وفرضت إسرائيل على مناطق السلطة الفلسطينية طوقا أمنيا اعتبرا من الخامس عصرا ولمدة يومين ويستثنى من الطوق المصلون القادمون من مناطق السلطة إلى الحرم القدسي واستهدفت قوات الاحتلال غزة في قصف جديد وقالت في بيان لها أنها استهدفت منشآت عسكرية تابعة لحماس وذلك ردا على صاروخ أطلق من القطاع ما تسبب في أضرار طفيفة بأحد المنازل وإصابت بعض الإسرائيليين بحالة من الهلع في حين دوت صفرات الإنذار من دون أتتفاعل القبة الحديدية ومنعت قوات الاحتلال مسيرة لمئات اليهود من اليمين المتطرف كانت متجهة صوب باب العمود في القدس المدخل الرئيسي للحي الإسلامي في المدينة القديمة وقال المنظمون أن المسيرة كانت محاولة لإعادة الشعور بالأمان إلى شوارع القدس بينما وصف زعماء إسرائيون المسيرة بأنها استفزاز وحذرت حركة المقاومة الإسلامية حماس من اقتراب المسيرة من الحرم الشريف وقالت في بيان إن قيادة الاحتلال تتحمل المسئولية كاملة عن تدعيات تلك الإجراءات الخطيرة والمستفزة سياسيا طالب رئيس الوزراء الفلسطيني المجتمع الدولي بكسر المعايير المزدوجة في التعامل مع القانون الدولي وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني مع استمرار العدوان عليه ومصدرة حقوقه المشروعة كما آنت الخارجية الإسرائيلية أن وزير الخارجية بحث مع نظيره الإماراتي الذي أشار إلى ضرورة احترام الدور التاريخي المهم الذي تقوم به المملكة الأردنية الهجمية في رعاية المقدسات بموجب القانون الدولي في سابقة تاريخية أوروبية زعماء ثلاث دول أوروبية يدعون الناخبين الفرنسيين لانتخاب ماكرون في مواجهة لوبان دعا كل من المستشار الألماني أولاف شولتز ورئيسي الوزراء البرتغالي أنطونيو قوستا والإسباني بيترو سانشيز في مقالة مشتركة نشرتها صحيفة الماند اليومية الفرنسية الناخبين الفرنسيين على دعم الرئيس الفرنسي المنتهي ولايته إيمانويل ماكرون في مواجهة المرشحة عن اليمين المتطرف مارين لوبان ولفت الزعماء الثلاثة في تدخل غير اعتيادي في شؤون السياسة الداخلية لبلد أعضو في الاتحاد الأوروبي إلى أن الجولة الحاسمة من الانتخابات الرئاسية الفرنسية الأحد المقبل ليست بالنسبة إلينا انتخابات كغيرها كما ذكروا أن على فرنسا أن تختار بين مرشح ديمقراطي ومرشحة اليمين المتطرف التي تقف علنا في صف أولئك الذين يهاجمون حريتنا وديمقراطيتنا وأعرب الزعماء الثلاثة عن أملهم بأي يحسن الفرنسيون الاختيار في الجولة التي ستجري في الرابع والعشرين من نيسان الجاري لكي تبقى فرنسا منارة للديمقراطية وكان لافتا موقف لوبان المرشحة اليمينية المتطرفة خلال المناظرة التليفزونية ليلا مع منافسها الرئيس المنتهي ولايته إيمانويل ماكرون أنها تؤيد أوكرانيا حرة ومستقلة في آن المعن عن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا ما دفع بماكرون لاتهامها بالارتهان ماديا لروسيا بسبب قرد حصلت عليه من بونك روسي سابق فاصل ونعود أحيكم مجددا رئيس الجمهورية شدد على أهمية الشباب في عمليات التقارب بين الدول واتطلع على أوضاع الجالية اللبنانية في السويد رئيس الجمهورية ليماد ميشيل عون أكد أهمية الشباب في عملية التقارب بين الدول والدور الكبير الذي يمكن أن يقوم به في هذا المجال من خلال التفاعل مع بعضهم البعض وإرساء جسور التواصل وهدم العوائق التي من شأنها أن تساهم في الزياد فرص الحروب والاقتتال بدل اعتماد ثقافة السلام والحوار الرئيس عون دعى الشباب في خلال لقائه وزير الشباب والرياضة جورج كلاس إلى وجوب التعمق في ثقافة القوانين النظمة لأن الأمال معقودة عليهم لتسلم المسؤوليات في دولهم فيما كلاس عرض شؤون الوزارة وعلاقتها مع القطاعات الشبابية والاستعدادات لإنجاح المؤتمر الكشفي العربي العام الذي سيعقد في لبنان في أيلول المقبل رئيس الجمهورية تناول مع النائب في البرلمان السويدي اللبناني الأصل لرجي حداد العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها وأوضاع الجالية لبنانية في السويد وتواصلها مع الوطن الأم وفي القصر الجمهوري وبحضور النائب إيدي معلوف تسلم رئيس الجمهورية من رجاء لبكي وابراهيم شويري مستندات وأرشف حول ما كتبته المجلات والصحف الفرنسية عنه خلال العامين 1988 حتى 1990 في عين التيني رئيس مجلس النواب نبي بري التقى المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صاليبة في حضور نائب اللواء صاليبة العميد حسن شقير وفي عين التيني المجلس التنفيذي الجديد لرابطة المارونية الذي صرح بعد اللقاء أن الرئيس بري أكد لهم أن لبنان ليس بمفلس ويعتمد على الثروة البشرية المتمثلة بأبنائه الذين أغنوا دول العالم دولة الرئيس لا يعتبر أن لبنان مفلس إنما لبنان يتطلب أراء جديدة ونيرة من كل هؤلاء الذين أنقذوا العالم وهو يقول أن هناك 13 دولة يحكمها اقتصادياً لبنانيون إذن ليس لدينا أي سبب كي لا نستفيد من تلك الخبرات لإنقاذ البلد وتصويب المسار رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعاد اعتبر أن ما أنجزته المقاومة في لبنان لم تنجزه أي مقاومة على مر التاريخ حق لنا أن نعبر بكل حرارة وبكل تفاؤل عن أن ما أنجزناه في هذا البلد لم تنجزه مقاومة على مر التاريخ نشأ أطفالنا على حب المقاومة وعلى الالتزام بنهج المقاومة تآلفت عائلاتنا مع مناخ المقاومة أوجدنا رأيا عاما وطنيا في لبنان لا يستطيع أن يتنكر للمقاومة وحدهم الأبالس والجاحدون الذين يريدون أن يتملقوا لأسيادهم رعاة الاحتلال الإسرائيلي ولا يجدون سبيلا لتملقهم لأسيادهم إلا بقف المقاومة وتشويه سمعتها والنيل منها وافتعال مشكلة سياسية في البلد على قاعدة وهم أن سلاح المقاومة هو سبب عدم استقرار البلد أكد السفير قطر في لبنان إبراهيم السهلاوي خلال زيارته مفتي الجمهورية لبنانية الشيخ عبدالعطيف دريان حرص بلاده على لبنان وشعبه والتعاون مع دار الفتوى لدورها الإسلامي والوطني من جهته نوه المفتي دريان بدعم ومساعدته قطر أميرا وحكومة وشعبا لللبنانيين وبخاصة التعاون المثمر مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدورة قطر التي تدعم رواتب موظفي الأوقاف في بيروت والمناطق اللبنانية بمناسبة اليوم الوطني للتلامذة ذويط صعوبات التعلمية لقاء في المركز الكاثوليكي للإعلام ودعوات لاحترام حق الدمج في المدارس دون تمييز لأن الغاية هي الإنسان في نظام واحد هو نظام التربة وإذا انضرب وعناتها راح لبنان تأسس اليوم الوطني للتلامذة ذوي الصعوبات التعلمية هذه السنة العاشرة يلي بنحتفل فيها وما رأى علينا حالات صعبة كتير لكن أصعب شيء ما رأى علينا آخر هات 3 سنين بالوضع اللي نحن فيه لكن غدا هو اليوم المميز الذي صار مع مناسبة تتشارك فيه المؤسسات التربوية والجمعيات الغير حكومية ووزارة التربية ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة تتشارك بالاحتفال هذا أوضح المكتب الإعلامي في دار الفتوى أن الحريق الذي شبه ليلة أمس في سطح المبنى المناصق لدار الفتوى أصاب أحد المداخل الخاصة المطلة على المركز الصحي العام التابع للدار وتم إخماده وتم إخماده وأشار في بيان إلى أن الحريق نتج عن احتكاك كهربائي أشعل حديقة الدار الخلفية لذلك توقفت إذاعة القرآن الكريم الموجودة في الدار عن البث مؤقتا وأتوجه المفتي داريان ودار الفتوى بالشكر إلى كل من ساهم بإطفاء الحريق الهائل وفي طليعتهم فوج إطفاء بيروت والدفاع المدني وأهالي منطقة عيشة بكر بمناسبة نيل لبنان عضوية الاتفاقية الجزئية الموسعة للطرق الثقافية افتتحت أعمال المنتدى الإيرو متوسط للحوار بين الثقافات في مقار الجامعة اللبنانية الأمريكية في جبال برعاية رئيس الجمهورية ممثلا بوزير السياحة وليد نصار وحضور وزير الثقافة محمد مرتدى نصار أشار إلى أن لبنان اليوم عاد على الخارطة السياحية العالمية واعدا بنشاطات سياحية عديدة على المدى الطويل اليوم استقبلنا دكتور ستيفانو دومينيوني اللي هو الرئيس التنفيذي لمجلس أوروبا للمسارات السياحية وعندنا طبعا المؤتمر خمية جمعة سابت اليوم بتدينا بزيارتنا للمتحف الوطني برفقة وزير الثقافة اللي هو شريكنا الأساسي وزارة السقافة وزارة السياحة بانتساب لبنان لمجلس أوروبا لبنان البلد رقم 35 أول بلد غير أوروبا اللي هو عضو بمجلس أوروبا وزارة السقافة تحديدا معنية جدا بهذا المشروع مشروع درب ثقافة سياحة لبناني في نيقي اللي هو بعض هكي بالتاريخ واللو بعض بالجزور بالتاريخ اللي هو بعض وارتباط بالسقافة وبيضوي على إمكانية سياحية غير عادية قادر لبنان أنه يستفيد بنا بهذا المجال واختاما جرى مساء اليوم سحب اليناصيب الوطني اللبناني وقد ربيحت الجائزة الكبرى 220 مليون ليرة الورقة التي تحمل الرقم 65564 ومبروك للرابحين مشاهدينا إلى هنا ناصر إلى ختام نشرتنا شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء موسيقى 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 موسيقى